صعوبة الظروف التي مر بها العراق منذ احتلاله في عام 2003 أدت إلى زيادة نسبة البطالة في بلد غني بالنفط والموارد الطبيعية حيث انتشرت البطالة لدى فئة الشباب بشكل كبير جدا نتيجة الفساد والمحاصصة وغياب التخطيط والرؤية وسط عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في بلاد الرافدين الجهاز المركزي للأحصى في العراق قال في وقت سابق ان معدل البطالة في البلاد بلغ 16.5% بينما ذكر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي ان البطالة في العراق تتجاوز 40% تجاهل السلطات الحكومية للقطاع الصحي والعاملين فيه الذين فضل الكثير منهم الهجرة خارج البلاد جعل إيران تحاول انتهاز الفرصة عبر إرسال أطبائها ضمن مساعيها لابتلاع العراق سياسيا واقتصاديا وهذا ما أكده تصريح وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي الذي أعلن فيه إمكانية إرسال كوادر طبية للعراق وعقد اتفاقي يشمل الصناعة الدوائية دون التطرق إلى التفاصيل وذلك أثناء زيارة وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي لطهران مراقبون تساءلوا عن جدوى استقطاب العراق طباء من إيران وهو بلد محاصر ومنعزل عن العالم ولا يمتاز بالتطور الطبي بدلا من معالجة جذور الأزمة بتوفير تخصيصات مالية كافية تحول دون بقاء آلاف الخريجين من الكليات الطبية بلا فرص عمل إلى جانب توفير الحماية اللازمة للأطباء الذي هاجر منهم ما يقارب السبعين ألفا خلال السنوات الماضية خوفا على حياتهم لا سيما أن 87% من الأطباء في بغداد تعرضوا للعنف والاعتداء والابتزاز بحسب صحيفة الجارديان البريطانية مع ارتفاع نسب البطالة في العراق فإن إيران تسعى إلى فتح منفذ جديد داخل العراق تخفف من خلاله وطأة أزمتها الاقتصادية التي باتت تخنقها لا سيما بعد تصدير منتجاتها وأدويتها سيئة الجودة إلى العراق رغم العقوبات الدولية ومن هنا فإن طهران تساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية في العراق ما ينذر بعواقب وخيمة يتحمل تبعاتها الشعب العراقي موسيقى موسيقى